أوجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكر انتصار أكتوبر المجيد كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بالتهنئة لجيش مصر الباسل بمناسبة الذكرى وصفا إياها بمدرسة الوطنية المصرية إن افتتاح دور الانعقاد العاجل خامس لمجلسنا الموقر يتزامن مع احتفالنا بذكرى غالي علينا جميعا وهي ذكر انتصارات أكتوبر المجيدة الذكرى الحاجات والخمسون لهذا المصر المدين فانتهزوا هذه الفرصة لاتقدم باسمنا جميعا بخالص التهنئة إلى فقامة السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة كما نتقدم بخالص التهنئة والأجاز لجيش مصر الباسل الذي نصفه دوما بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومجمع الأبطال الأدام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دوما للإرادة الشعبية إنما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدا من أقوى الجيوش وأكبرها في مواجهة التنظيمات الارهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع رجال الشلطة الوطنية المؤمنين برسالتهم المخلصين الوطنين إلى أن ساد الأمن والأمان في رجوع البلاد